تشكل الانفجارات البركانية خمسة الكوارث الطبيعية وقضت على أمم بأكملها ومعظم الكوارث حدثت منذ زمن بعيد تعالوا لنعرف ماذا فعلت البراكين بالعالم كوارث البراكين الثورات البركانية لديها القدرة على تدمير مدن بأكملها وتغيير المناخ العالمي وتدمير الاقتصاد يمكن انتاج أنهار من الحمم البركانية المنصهرة والغازات السامة التي تعيث فساداً في جميع أنحاء العالم لسنوات على غرار مقياس رختر للزلازل يتم قياس حجم الانفجار البركاني باستخدام مؤشر الانفجار البركاني VEI حيث تصنف الانفجارات البركانية من 1 إلى 8 حيث يمثل 1 تدفقاً أقل للعمم البركانية وثمانية يمثل انفجاراً عالياً يستطيع البركان أن يدمر الاقتصاد بينما التكلفة الاقتصادية للانفجارات القديمة هو أمر نظري يتم حساب تكاليف الانفجارات الحديثة عن طريق قياس فقدان البنية التحتية وجدت دراسة للأمم المتحدة بين عامي 1995 و2015 أن الانفجارات البركانية تكلفت 152.6 مليار دولار من الأدرار أي ما يقرب من 7.6 مليار دولار في السنة بركان جبل تنبورا أكثر ثوران بركاني دموي في تاريخ البشرية الحديث أودى بحياة ما يصل إلى 120 ألف شخص ثار بركان تنبورا مرسلاً رماداً بركانياً على ارتفاع 40 كيلو متراً في السماء كان أقوى ثوران بركاني منذ 500 عام تسببت قوة تدفق الحمام البركانية في خلق سلسلة من موجات التسونامي وشهد العالم انخفاضاً حاداً في درجة الحرارة أدى إلى فشل المحاصيل على مستوى العالم وانتشرت تايفويد في جميع أنحاء أوروبا في العامين التاليين للانفجار تضاعف سعر الحبوب في سويسرا أكثر من أربعة أضعاف وكذلك بركان لاكي في آيسلاندا أدى إلى مجاعة أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف آيسلاندي أي ما يقرب من ربع سكان البلاد في ذلك الوقت مع انتقال ثورة لاكي السام جنوباً قتل 23 ألفاً في بريطانيا كما أنتج جبل بالي بمنطقة البحر الكاريبي أسوأ ثوران بركاني في القرن العشرين كان يعتقد أن البركان خامد لكنه فجر الغاز السام والحطام البركاني مما أدى إلى تدمير مدينة سانت بيار بأكملها قدرت تكلفة الثوران بخمسين مليون دولار شاركنا برأيه هل للبراكين فوائد أم جميعها أدرار؟ اشتركوا في القناة